احنا عافين ان المستثمر مش بيلقي بفلوسه كده في اي مكان وخلاص ان ما كانش هتكون بدراسات الجدوى مربحة تماما لا يقدم على الاستثمار ابدا لو جينا بصينا على باقي قطاعات الاستثمار ايه اللي نقدر نقول عليه الحصان الرابح في الفترة القادمة بالنسبة للمستثمر طيب احنا طبعا مصر بتشتغل على مجموعة من القطاعات المختلفة علشان خاطر تحاول تعظم الاستثمار احنا عندنا مجال الطاقة بالتحديد كان واحد من اكثر المجالات جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر قطاع الغاز او قطاع الطاقة المتولدة من الغاز هو الجزء الاكبر في هذا الاستثمارات لكن فيه اهتمام في المستقبل بالاستثمارات في القطاع الزراعي بعد الازمة اللي حصلت في اوروبا من ارتفاع اصعار الغذاء عالميا وارتفاع اصعار تدخم عالميا عرفنا ان الغذاء يظل فرصة مصرية للتصدير الى اوروبا في ظل وجود عجز اوروبي ووجود حالات من الجفاف طبعا كنت تكلم عنها في تقرير السابق بتضرب اوروبا وبتؤثر على المحاصيل الزراعية والانتاج وكل ده بالتأكيد بيأثر على يعني نصيب مصر من صادرات وصادرات الزراعية طبعا مصر مميزة في انتاج العديد من المحاصيل الزراعية الموالح بالتحديد ولكن مشروعات الدولة في الفترة المقبلة وهي مشروع الدلتة الجديدة ومشروعات المدين ونصف الدين والنهر الجديد اللي بيمتد في منطقة الصحراء المصرية في منطقة الوادي الجديد كل ده هدف الاساسي ان انا انقل المياه واعمل بنية تحتية للمياه موجودة بالقرب من مناطق جديدة في مصر تقدر ان هي تتحول الى مناطق او مساحات مزروعة علشان تعظم الصادرات المصرية في قطاع الزراعية ولكن القطاع الصناعي والقطاع البيترو كيمويات بالتحديد مصر متميزة فيه مصر تقريبا الخامس عالميا في انتاج البيترو كيمويات احنا عندنا من ثلاث او اربع من اكبر شركات انتاج البيترو كيمويات الاسمدة والمبيدات في العالم وهناك استثمارات كبيرة يتم دخها في الاسمدة واحد من الشركات التي كان لها دور في تعظيم الاثنين مليار دولار اللي احنا اتكلمنا عنهم هي شركة ايثتكو وهي شركة مصرية تأسست في الخمس او ست سنوات السابقة في انتاج البيترو كيمويات وهناك استثمار عربي واوروبي كبير بقطاع البيترو كيمويات المصر ودخلت استثمارات فيه لعلمهم بوجود الميزة التنفسية لان المادة الخام الاساسية البيترو كيمويات هي الغاز الطبيعي وطبعا استكشافات الغاز الطبيعي اصبح الغاز الطبيعي متوفر في منطقة البحر الابيض بكثرة وبناء عليه فانتاج البيترو كيمويات هي العملية التصناعية اللي بتتم على المادة الخام دي علشان اعظم قيمته المضافة واصدره الى باقي دول العالم فبيترو كيمويات الطاقة القطاع الزراعي هي القطاعات الاكثر جزبا للاستثمار بنحاول في مصر في الوقت الحالي وطبعا منذ سنتين من خلال مبادرة الوطنية لإحلال لتطوير الصناعة اللي هي إبدأ أن يكون لمصر نصيب من الصناعات الهندسية شفنا مصنع حواء الانطلق في إنتاجه في الفترة الأخيرة وموجهة نحو التصدير الصناعات الهندسية هي صناعات عالية القيمة المضافة فيها جزء كبير جدا من نقل المعرفة وجزء كبير من الاستدامة في عملية الإنتاج وده اللي مصر يحط عنها لأنها عايزة يكون لها نصيب من الصناعات المتقدمة والصناعات الهندسية علشان تتحول إلى دولة صناعية ويزيد نصيب القطاع الصناعي في ناتج المحل الإجمالي في الفترة المقبلة